لم يمر العيد على طرابلس من دون محاولات تشويش ففي فعل مجبوه القيادة قنبلات مولوتوف على شجرة الميلاد في صاحة كنيسة القديس جاورجيوس في منطقة الزاهرية في طرابلس ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل وأحضرت على الفور الأجهزة الأمنية والعسكرية وبدأت التحقيقات لمعرفة الفاعلين واستنكرت القيادات السياسية والدينية هذا العمل الذي يشوه صورة المدينة برح كنا سوية لحنا وكل الشباب المسلمين ومسيحين أضعناها تحت النور للشجرة واليوم خفيفيش الليل بكل أسف الحقيقة ونحن نقول لطرابلس مبدئيا أنه نحن فعلا نتمسك بعيشنا المشترك هذه مدينة العيش المشترك هذه مدينة السلام هذه مدينة التقوى والسلام بقول فعلا لهالأشخاص المشبوهين ما بمسل المدينة ونرجع منأكد تماما لعا كل الأجهزة الأمنية وعا القضاء اللبنانية فعلا أن نبحث عن الفاعل لعدم تشويه صورة المدينة نهائية هذا وعملت فعاليات المدينة على إعادة تزيين الشجرة وإضاءتها مرة جديدة تأكيدا على رفض طرابلس الرضوخ لهكذا أعمال تزعزع العيش المشترك